26 مليون هو عدد الوظائف المهددة بالاختفاء في السنوات الخمس المقبلة والسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذا ما كشف عنه تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي قال إن اعتماد الشركات على هذه التطبيقات على غرار تشات جي بي تي سيؤثر على ملايين الوظائف عالميا خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل أساسي على مهارات التفكير والتواصل والتنصيق التقرير استند إلى استطلاعات شارك فيها أكثر من 800 شركة في 45 دولة توظف أكثر من 11 مليون شخص 75% من هذه الشركات قالت إنها ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعوام الخمس المقبلة وهذا يعني الإلغاء التدريجي لملايين الوظائف المكتبية والإدارية مثل وظائف الصرافة وحجزات التذاكر وإدخال البيانات والمحاسبة ولكن مقابل الوظائف المهددة بالاختفاء سيسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور ملايين الوظائف الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والأمن السيبراني وتحليل البيانات الكمية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي الصورة إذن ليست قاتمة تماماً فإن هذه التقنيات ليست التهديد الأكبر لسوق العمل حالياً أمام العوامل المؤثرة الثانية مثل طباط النمو العالمي ومشاكل التضخم وسلاسل التوريد كما أن التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر سيزيد الطلب على الوظائف التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها حتى الآن على الأقل